عندي أكتر من جزئية عايزة أتكلم فيها بالتحديد هتقول لي عم عندين يا فاضي هتتكلم فيه لا لا أنا هتكلم معاكم بحاجات حلوة والله هتكلم معاكم بحاجات حلوة ومهمة جدا أول حاجة ما ينفعش معلقش على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي أول أمس يوم الخميس بالتحديد اجتماع كان ابتدى تقريباً الضخر يعني استمر الوقت لأنه كان فيه بعض ملفات الهمة للغاية ونقطاته لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والاجتماع طبعاً كان برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي فيه ظل طبعاً غياب الكابتن محمود الخطيب بسبب رحلة العلاج في فرنسا وبيقترب جداً من العودة والحمد لله أموره الصحية على ما يرام والأمور ماشي بشكل كويس وأول إمبرح تحديداً يعني كان عنده بعض التحليل اللي بيجريها ومستني نتجتها وإن شاء الله من المتوقع ومن المفترض أنه يرجع يوم 14 لو اتطمن بشكل كامل نتمنى له رب الشفاء العاجل والعودة سريعاً ومجرد ما يرجع إن شاء الله حيباشر عمله بشكل طبيعي فالاجتماع ده نتج عنه عدد من الأخبار الهمة وهي أكيد أخبار سعيدة وحركهم بتشوفوا اللقطات كده لأعضاء مجلس إدارة هم داخلين غرفة الاجتماعات وغرفة مجلس إدارة النادي الأهلي أو قاعة مجلس الإدارة في النادي الأهلي أهم حاجة بالنسبة لي لأن إحنا دلوقتي هنتكلم على معادلة غاية في الصعوبة يا جماعة مش حاجة سهلة وهي إيه؟ اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي الأهلي أكبر ميزانية في تاريخ النادي الأهلي ما هتقول في تاريخ النادي الأهلي بقى أكيد هي أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية لما هتقول أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية فهو ده النادي الاهلي الميزانية بقى بلغت كم بلغت 3 مليار و 87 مليون جنيه إنت متخيل 3 مليار و 87 مليون جنيه ميزانية النادي الاهلي ده الرقم مش سهل تمام وحققت فائد قدره قد إيه 149 مليون و 853 ألف جنيه يعني ما يقرب من 150 مليون فائد في الميزانية ودي طبعا الميزانية اللي حتتعرض على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية إن شاء الله بإذن الله يوم 28 و 29 من شهر الجاري فأنا اللي يهمني في الموضوع ده طبعا بخلاف أن الرقم ده رقم يعني كبير قوي وحاجة تفرح أي أهلاوي لكن أنا اللي يهمني أن ده مؤشر واضح على نجاح مجلس الإدارة في تحقيق معادلة صعبة للغاية إيه هي المعادلة؟ إن أنا دلوقتي نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي وجماهيريته وشعبته أكيد عندي يعني مصاريف كتير جدا انفقات بشكل كبير للغاية يتناسب مع حجمه واسم كان النادي سواء فيما أتعلق بالمنشآت وأفرع النادي الأهلي الأربعة عندك فرع طبعا أو مقر الرئيسي للنادي الأهلي في الجزيرة فرع النادي الأهلي في مدينة نصر فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد وفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس اللي حيكون بإذن الله افتتاحه بعد أيام قليلة بإذن لوحد أحد وهتشوف حاجة مبهرة يعني هتكلم على فرع التجمع الخامس فدي كل دي انفقات تمام وفلوس كتير جدا بتتدفع فأدي الشيخ بيتعلق بالجانب الإنشائي بخلاف كمان الجانب الاجتماعي ونهيك عن إيه عن الجانب الرياضي والأنشطة الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي تمام والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومصاريف اللاعبين والأجهزة الفنية كل دي مصاريف كتير جد كون أن انت تقدر تنجح في المعادلة دي بتحقيقها ويبقى فيه فائد في الميزانية فده نجاح في حد ذاته لمجلس إدارة النادي الأهلي لازم نشيد بيه لازم نشيد بيه هتقول لي ما هو أنت طبيعي هتقولي الكلام ده عشانت في قناة الأهلي اعتب يعني موضوع مش محتاج أن انت تتكلم بشكل غير حقيقي موضوع واضح للجميع من خلال إعلان مجلس أو إعلان النادي الأهلي بعد الاجتماع ده عن كل التفاصيل اللي زي دي لسه في تفاصيل أخرى هتكلم فيها مع حضرتكم في نفس الوقت يا جماعة عشان الناس تتعود دايما على أسلوب قناة النادي الأهلي وأنا عارف أن كل الناس متعودة على الأسلوب ده لما الفرقة مثلا في رئيس أول كرة القدم كان وحش أول ناس كان بتطلع تنتقد بشكل بناء لصالح الفرقة أو صالح النادي كان قناة النادي الأهلي فدي جزئية يعني عشان محدش يحاول تكلم فيها بشكل كبير فكل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد النجاح الكبير جدا واعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي الأهلي طبعا المهندس محمد سراج الدين أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا بيقوم بمجهدات عظيمة جدا برضو من دون الناس اللي ننجح لهم كل التحية عن المجهدات المميزة دي لكن الاجتماع تم تطرق فيه لعدد من المجهدات الأخرى وبالمناسبة الكابتن محمود الخطيب حضر أجزاء من الاجتماع ده عن طريق الفيديو كونفرنس في الأجزاء المهمة فيما يتعلق بالميزانية والطمن بشكل كبير جدا ووجه كمان التحية لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على المجهود الكبير جدا اللي بوزل خلال الفترة اللي فاتت كمان يعني ناقش الكابتن محمود الخطيب برضو من خلال بعض الأجزاء في هذا الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس آخر التطورات اللي بتتعلق بفرع التجمع الخامس والتجهيزات الخاصة بافتتاحه واستقبال أعضاء النادي والجوانب الخدمية وكل شيء وصراحة في موضوع التجمع الخامس انت هتشوفوا حاجة يعني أكثر من رائعة ده شغل يعني ده ناس بتشتغل مجلس إدارة محترم بيشتغل بشكل مميز جدا وبشكل يعني معتاد داخل النادي الأهلي بصراحة هو شكل أكثر من احترافي يعني في الحقيقة فبالتالي دي من ضمن الأمور يعني التطرق لها كابتن محمود الخطيب عن طريق الفيديو كونفرنس في اجتماع فنتمنى كل التوفيق وإن شاء الله بإذن